بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. ان شاء الله الجزء التاني بنكمل فيه حكاية المتولى. بس قبل ما نبدأ هستعزل حضرتك. لايك شير سبسكرايب. ويلا بس دعا وقت وتفضل معنا لطوي. ايوه يا سيدة احنا عنحكي الحكاية بس من البداية خلص. البوابة اللي حضرتك شايفها. البوابة التاريخية دي لها تقريبا حوالي الف سنة. ايه اللي حصل? اللي حصل جوهر السقلي لما جيه يفتح القاهرة او يفتح مصر جيه عمل مدينة القاهرة وراح عمل اه اه المكان ده سكن فيه قبيلة من القبائل اللي جات معاه اسمها قبيلة زويلة. ودي قبيلة من قبيلة للباربر اصلاها تونسي. مفيش اي مشكلة سكنوا في المكان دهوا بالتعديد. بعد فترة جيه بدر الدين الجمالي عمل بوابات للقاهرة. فالبوابة دي تسمت على اسم الناس اللي سكنها عندها اللي هم من قبيلة زويلة. جميل اوي مفيش مشكلة. دي كده بقت بوابة زويلة. امال ايه حكاية المتولي? هقول لك يا باشا. بعد فترة من السنين كده بسيطة مش كتير. جم عينوا واحد يعد عند البوابة جابه له كرسي وطرابيزة وقالوله بص احنا عايزينك تتولى جامعة ضرائب. فطالما هو حيتولى جامعة ضرائب يبقى هو متولي جامعة ضرائب. فبقيت الناس تقول لبعضها انت بص بعد ما لما يكون حد عايز يوصف لحد حاجة يقول له ايه? بعد البوابة المتولي. المتولي اللي هو متولي جامعة ضرائب. قبل منه ما كانش في متولي. تمام? ما كانش في متولي. اول متولي عندنا اللي هو متولي جامعة ضرائب وانا ما كانش اسمه. كان اسمه ايه حاجة. ماشي. خلاص اتعرفت كده بوابة المتولي. بس خدت الشغرة انت لما جم رسل المغول راحوا لصيف الدين قطز وبيطلبوا منه ان هو يسلم لهم مصر ويغضاء لحكمه. هنا سيف دين قطز امر فورا باعدمهم وتعليقهم على باب زويلة اللي هي بوابة المتولي. فكده ابتدت الشغرة. من هنا ابتدى انهم اي حد عايزين يعدموه خرج على القانون بيعدموه. اتعتمت ناس كتير. كان برضو من اشهر الناس اللي تم اعدامهم على باب زويلة اخر سلاطين المماليك اللي هو السلطان طمان باي سنة الف خمسمية وسبعتاشر. من هنا خدت شغرتها. طيب المتولي فين بغاية دلوقتي? متولي نفسه اللي بيحقق المعجزات. انا هقول لها كسير ما ستصاربش. هو انس ولا غير انس? هو جن. بس قالوا ايه? ما تسألنيش مين اللي قالوا. عشان انا ما اعرفهمش. قالوا انه هو جن طيب بيساعد الناس وهو بينزل في الموالد وبيحضر معهم وبيبقى لابس ملابس راسة قديمة وبيقعد في وسطه. ازاي اعرفوا ان دل متولي? الله اعلم برضو. طيب الرجل ده عزي سوري الجن ده جاي بني. الجن ده قالوا انه هو كان ساكن فوق الكعبة المشرفة اللي في مكة المكرمة. وبيقعد طول الليل بيتعبد وهو فوق الكعبة. شمم راحة الاحدام اللي بتتم على باب زويلة او على بوابة المتولي. فقال ايه? اروح اشوف الدنيا هناك عاملة ازاي? عند مركبة صغيرة جميلة فوق الباب الشرقي اللي على بوابة زويلة. ركب المركبة بتاعته وراح طالع على المكان ده هو عجبوا المكان. قال انا هستريع فيه. اقعد فيه طول النهار اخدم الناس. وقدم لهم كل شيء هم ان عايزين يحققوا انا هحقق قولهم. ويرجع اخر الليل يبات في الكعبة المشرفة عند الكعبة المشرفة. الجن ده الزهد ما بينمشي. وبعدين هو كان مرتاج للمركبة عشان توصله المكان ده. هو ما بيترش. الناس قالت كده. المهم انه بقى الناس تقول ان هو بيحقق لهم الطلبات. كده يا سيدي انا قدمت لك حكاية المتولي عشان ببساطة اقول لحظتك الوضع اللي فيه جهل وخرافات. واللي الناس حتى في دمرها ان المتولي بيحقق المعجزات. المتولي ده ملوش اي وجود. وما فيش حد موجود هناك. بس انا عايز اقول لك ان لغاية دلوقتي الناس بتروح تعمل العقدة. والدجالين شغالين. والمشعوزين شغالين عليهم انه اه فيه متولي. وانه بيحقق المعجزات. ارجوك بعد ايذن حضرتك اعرف ان احنا في العصر اللي احنا عايشين في ده بتالي ما فيش يعني وقت للهبل والجهل والخرافات. ازا سألت فاسأل الله. ازا استعنت فاستعم بالله. كان معكم ضياء حتة قناة درديش. متنساش حضرتك. تعمل سبسكرايب. لايك. شير. وان شاء الله تقابل في درديش جديدة. واقول لحضرتك دلوقتي سلام عليكم.